ينضم إلينا من غزة المتحدثة باسم حركة فتح منذر الحيك أهلا بك سيد الحيك الآن في مثابعة لتطورات في الضفة الغربية هناك كلام كثير عن ضرورة توحيد الجهود وتنصيق ربما العمل بين الفصائل المقاومة وربما بين الخلايا الصغيرة الآن التي على ما يبدو هي التي تنشط بشكل فعال في الضفة الغربية كيف يمكن بتقديرك أن يحصل ذلك يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم تحية إلى أرواح الشهداء تحية إلى إبراهيم النبلسي وإسلام صبوح وإحسين طه تحية إلى نابلس تحية إلى جنين تحية إلى غزة التي منتهت بالأمس القريب من حرب واعتداء إسرائيلي على قطاع غزة قصفوا البيوت على المدنيين وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء المطلوب الآن هي الوحدة الوطنية كلمة السر أن نتوحد جميعا كفصائل فلسطينية من أجل المواجهة الحتمية التي تفرضها قوات الاحتلال الاحتلال يريد خاصة حكومة جينيتس ولبيد ومعهم في الوسط الشيطان لبيد بنيت يريد أن يقولوا بشكل واضح للمجتمع الإسرائيلي أن ثمن الدعاية القادمة للانتخابات هو الدم الفلسطيني وهم دائما يقولوا أننا قد وجدنا صيدا ثمينة إن كان في غزة أو في الضفة الغربية في نابلس أو في جنين وكذلك إلى جانب محاولات اقتحام المدينة المقدسة كل ذلك يحتاج بنا أن نتوحد وأن ننهي هذا الانقسام المضرب القضية الفلسطينية لأن الاحتلال مدعوم واضح من الولايات المتحدة دون أدنى شك أمريكا تحمي إسرائيل بالفيتو الأمريكي سمعنا بالأمس ماذا قالت أمريكا في مجلس الأمن وماذا قالت بريطانيا وماذا قالت الصين وروسيا ولذلك كل هذه النقاط التي تحدث عنها يحتاج الشعب الفلسطيني أن نتوحد في مواجهة كل الاعتداءات وكل الاقتحمات وعمليات الاختيال الجبانة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وضد المناضلين وأنتم يعني طرون جيش عرام رام يقتحم نابلس من أجل أن يقتل رجل واحد هذا الجيش المدجج بالسلاح يقتحم ويقصف بالصواريخ شاب ولذلك ما يحدث في غزة نفس القصة طائرات مدججة بالصواريخ تطلق حمامها على البيوت المدنيين فيقتلون ألا قدوم ويرتكبون مجازر في جباليا وفي شارع الوحدة رتخبوا في الحرب الأخيرة وكذلك في خانونس وفي رفع كل هذه الجرائم تحتاج من الوحدة الوطنية وهذا دون أدنى شك لأنه هي الضمان للصمرار مشروعنا الوطني حتى الحرية وزالة هذا الاحتلال الغاشم الاستيطاني الإحلالي على أرضنا يعني العنوان العريض هو الوحدة كما ذكرت وهذا يعني دائما ما يؤكد عليه معظم وكل المسؤولين فلسطينيين لكن بالمعنى لو صح التعبير بالمعنى التقني أو اللوجستي في الضفة الغربية تحديدا في نابلس وجنين وغيرها من المدن ونقاط التماس التي واضح أن حسب التصريحات الإسرائيلية هي الآن على اللائحة مقبلا بعد ربما ما تعتبر القيادة الإسرائيلية بأنها حققت ما تريد في قطاع غزة وأرسلت الرسائل للجهاد تحديدا في القطاع لوجستيا وتقنيا بتقديرك هل هناك إمكانية مع كل من عرفه بالوضع بالنسبة للضفة ولوضع بعض الفصائل يعني وضع الجهاد وضع فتح وغير ذلك في الضفة الغربية هل هناك إمكانية لتنصيق هذه الجهود لوجستيا ماذا يمكن فعله كيف تترجم هذه الوحدة عمليا يعني الوحدة الوطنية في الميدان موجودة في جنين كتاب شهداء الأقصى حركة فتح جنبا إلى جنب مع صرايا القدس لكن كمان في غزة هناك وحدة لكن المطلوب هي الوحدة الجغرافية وحدة الموقف الفلسطيني وحدة القيادة الفلسطينية وحدة الرسالة الفلسطينية أمام العالم هذا هو المطلوب أما في الميدان لا الوحدة موجودة كتابنا تقاتل المقاومة الشعبية تزداد المقاتلين على العرض جنبا إلى جنب من كل الفصائل الفلسطينية لكن ما هو مطلوب وما نريد أن نقوله لكل التنظيمات الفلسطينية وعلى رأس حركة حماس كون الخطوة الأولى تبدأ من عندها كونها هي التي تحكم قطاع غزة نقول أن الوحدة الجغرافية مهمة وحدة القرار السياسي مهم وحدة التمثيل الفلسطيني مهم حتى نستطيع أن نتحدث مع العالم بلغة واحدة هو اللغة الشعب الفلسطيني يعني ليس معقول أن إسرائيل كل مرة تستفرد بفصيل حتى تنهي وتنهيك هذا الفصيل ومن ثم تبدأ فصيلته والفصيل الآخر المطلوب جميعا أننا توحد كفلسطينيين من أجل المواجهة نحن أمام مواجهة واضحة تفردها الاحتلال إلى جارب محاولة لبيد الدعاية الانتخابية من خلال إضافة إلى صحيفته مزيدا من الدماء الفلسطينية حتى يقول للمجتمع الإسرائيل أنه قادر أن يقود رئاسة المزراء في المستقبل وهذا حلمه برأيك سيد الحيك لو الآن إسرائيل عادت تنفيذ هجمة على غرار ما فعلت مذي يوم الجمعة حتى ختام يوم الأحد في قطاع غزة هذه المرة لا يجب أن يكون المشهد على حاله بمعنى حماس يجب أن يكون لها دور أوضح ومشاركة بالإضافة إلى أي فصيل آخر يمكن أن يكون له قدرة على تنفيذ رد ما بالإضافة إلى ذلك هذا يعني أن ما تقوله بربط الوحدة الجغرافية أنه يجب أيضا في الضفة أن يكون هناك عمليات أو محاولات في إطار الرد قولا واحدا يجب جميعنا أن نتوحد ضد هذا الاحتلال فصائل فلسطينية ومجتمع مدني الشعب فلسطيني الجميع يجب أن تتوحد في غزة يجب جميعا أن نتصدى للأدوان في جنين يجب جميعا أن نتصدى للأدوان في نابس في كل مكان كما قلت نحن سابقا نحن وحماس والجهاد واليسار نستطيع أن نتصدى لكن لوحدنا وحماس لوحدها والجهاد لوحدها أكلت يوم أكل الثور الأبيض يعني كلمة واحدة الوحدة الوطنية هي الخط العريض وهي الأنوان الكبير للمواجهة الآن هل من المعقول أن يكون هناك اتصالات مرة مع حركة حماس مرة مع الجهاد الإسلامي مرة مع السلطة الوطنية هذا التشتت يريد الاحتلال وأنا أريد أن أذكر كل المستمعين أن نتنياهو في يوم من الأيام قالوا بشكل واضح أن هذا الانقسام هو مصلحة إسرائيلية وإذا كنتم لا تريدون أن تقام دولة فلسطينية ادعموا الانقسام ولذلك نحن ندرك أن الانقسام هو صنع إسرائيلية بحماية أمريكية وبدعم بعض الأطراف الذي لا يريده الخير للشعب الفلسطيني جميعا نفهم المعادلة لكن للأسف الشديد ليس هناك في تقدم باتجاه الوحدة الوطنية بخطوة أنا أقول وبكل وضوح الوحدة الوطنية تكمن بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تكون مسؤولة عن مؤسسات السلطة الوطنية وتذيل ما حدث من الانقسام من شوائب حتى نتوحد جميعا ومن ثم فصائل المقاومة هي تقاتل بطريقتها والديبلوماسية الفلسطينية هي تقاتل في الأمم المتحدة وهناك بالأمس كان دعوة من السلطة الوطنية لمجلس الأمن واجتمع مجلس الأمن وننتظر قرارات واضحة بعد أيام أو شهر أو أقل هناك خطاب للرئيس أبو مازين في الأمم المتحدة سنطالب بالاعتراف بفلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة ومطلوب من العالم ومن المجتمع الدولي الوقوف إلى جنب الشعب الفلسطيني وإقرار الحماية كمان للشعب الفلسطيني خاصة المدنيين يعني الجرائم التي ترتكب فوق العادة هذه جرائم حرب ضد القانون الإنساني والقانون الدولي وصري غير ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية كل ذلك على العالم أن يقف عند مسؤولياته ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم وعلى العالم كمان وعلى محكمة جناية الدولية أن تفتح الملفات الأربع المتعلقة بغزة وبالعصرة وبشرين أبو عقلة وكل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لمحاكمة جنرالات العدو حتى يرتدعوا الاحتلال حتى اللحظة هو بحماية أمريكية يقتل بلى هوادة وأمن العقاب ولذلك يجب وقفة العالم والمجتمع الدولي وكل المحبيين للسلام إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى لجم الاحتلال ومنعه من ارتكاب جرائم ضد الأطفال وضد المدنيين أشكرك جزيلا من غزة منذر الحقيقة المتحدث باسمي حركتي فتح شكرا لك